بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان من طبيعة الإنسان أن المجتمع بعضه يحتاج إلى البعض الآخر كل إنسان يحتاج إلى الآخرين ويحتاج الآخرون إليه وهذه الطبيعة جعلها الله عز وجل في الإنسان فلا يتمكن الإنسان من العيش منفردا إلا في ضمن مجتمع يحتاج إلى ذلك المجتمع ويحتاج المجتمع إلى ذلك الإنسان وحينما تكون هذه الطبيعة في المجتمع فينبغي على الإنسان أن يتفاعل مع المجتمع تفاعلا إيجابيا بعض الناس المجتمع يحتاج إليهم ولكن بدل أن يتفاعلوا مع المجتمع تفاعلا إيجابيا يتفاعلون مع المجتمع تفاعلا سلبيا بمعنى أنه المقدار أو الشيء الذي يحتاج المجتمع ذلك الشيء من هذا الإنسان لا يلبي حاجة المجتمع أو يكون تلبية تلبية سلبية الصحيح هو أن يكون الإنسان بشكل يلبي حاجة المجتمع منه بطريقة إيجابية وإذا الإنسان لبى هذه الحاجة بطريقة إيجابية يكون عنصرا فاعلا وإيجابيا في المجتمع لا يمكن أن يكون هناك إنسان لا يحتاج المجتمع إليه ولكن هذا الإنسان بحسن تصرفه أو بسوء تصرفه يقوم بدور إيجابي أو بدور سلبي الله عز وجل يقول للإنسان أيها الإنسان ما دام المجتمع بحاجة إليك وأن الله عز وجل قد حباك بصفات وقدرات وإمكانيات يمكن أن تخدم المجتمع أو جزءا من المجتمع وأن تكون عنصرا إيجابيا فهذه الحبوة من الله عز وجل استعملها بطريقة إيجابية وتفاعل مع المجتمع تفاعلا إيجابية هذا التفاعل الإيجابي مع المجتمع قد يكون من الواجبات يعني الله عز وجل فرض ذلك الشيء على الإنسان يجب على الإنسان أن يعمل هذا العمل وهذا التفاعل الإيجابي مع المجتمع مثلا صلة الرحم يجب على الإنسان أن يصل رحمه وقطع الرحم من المحرمات وقد يكون العمل ليس واجبا وإنما مستحب وقد يكون واجبا كفائيا بمعنى أنه إذا كان هذا المستحب قوام المجتمع عليه يتحول بالعنوان الثانوي إلى واجب أو يكون واجبا كفائيا بحيث أنه إذا قام به بعض المجتمع كفى وسقط عن البعض الآخر وعن الآخرين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان هنا كان مورد سؤال بين بعض الفقهاء أن الأمر يدل على الوجوب كيف الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان مع أن الإحسان يقال أنه ليس بواجب وإنما مستحب فكيف بكلمة يأمر وهي كلمة واحدة الله عز وجل يقول يأمر بالعدل الذي هو واجب والإحسان الذي هو مستحب لكن بعض الفقهاء يرى أن الإحسان أيضا واجب ولكن وجوب في الجملة أو وجوب كفائي لأن لولا الإحسان لما قام المجتمع السليم وحتى في المسائل الدينية لولا الإحسان لما قام الدين الدين يقوم بالعدل وكذلك يقوم بالإحسان مثلا بناء المساجد من المستحبات إقامة المشاريع الخيرية من المستحبات لكن إذا نحن دخلنا في مجتمع لم نجد في هذا المجتمع ولا مسجد ولم نجد في هذا المجتمع ولا مشروع خيري ولم نجد في هذا المجتمع لا شخص لا نجد شخصا يدفع الصدقة ولا 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 نجد أن هذا المجتمع بعيد عن الدين كل البعد صحيح أن هذه الأمور مستحبات ولكن قوام الدين عليها فإذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر فلذا بعض الفقهاء يقول أن هذه الأمور في الجملة من الواجبات يعني واجبات كفائية فالإحسان يكون واجبا كفائيا بالمقدار الذي يكون قوام المجتمع عليه فكلما كان الإحسان في المجتمع أكثر هذا المجتمع يكون مجتمعا سليما أكثر وكلما كان الإحسان في المجتمع أقل أو معدوم هذا المجتمع يكون مجتمعا متفككا ولذا نحن نجد مثلا في بعض الدول هذه الدول متقدمة صناعيا ومتقدمة من الجهات الأخرى علميا ولكن نجد المجتمع في هذه الدول مجتمع متفكك ظاهرة الطلاق منتشرة جدا وصلة الرحم معدومة الأمراض النفسية مستشرية والانتحار كثير جدا الذي هو يأس من الحياة بسبب الإحباط والحالة النفسية السيئة لماذا؟ لماذا هذه المجتمعات المتطورة صناعيا وعلميا وحتى سياسيا نجدها متفككة اجتماعيا السبب في ذلك أن الإحسان لا يوجد إلا القليل منه كل الأمور ينظر إليها بمنظار مادي يعني أنا أذهب إلى زيارة فلان فماذا أحصل مقابل هذه الزيارة من مكاسب مادية يذهب ويزور مثلا رحمه ماذا يحصل من مكاسب مادية من وراء زيارته لرحمه فحينما يكون التفكير كله تفكير مادي لا يكون هناك مجال في أفكارهم للإحسان وللفاضل فحينئذ هذا المجتمع بالتدريج يصاب بالتفكك وهذا التفكك يكون مقدمة للإنهيار ولذلك المجتمعات تكون هكذا حالها متقدمة صناعيا وسياسيا لكنها متفككة اجتماعيا هذه المجتمعات بعد حين تنهار وهذه سنة الله عز وجل في الحياة لماذا؟ لأنه البنية الاجتماعية المنهارة تؤدي إلى انهيار المجتمع حتى إذا كان صاحب ثروة وصاحب مال ولذا كثير من الحضارات صادت في العالم لفترة ثم بعد ذلك بادت لماذا سادت؟ لأن مقومات السيادة كانت متوفرة فيها ولماذا بادت؟ لأن تلك المقومات بمرور الزمن أصابها الضمور والإضمحلال وبالنتيجة تفكك المجتمع وتلك الحضارات زالت وخلفتها حضارات أخرى الإحسان من المقومات الرئيسية لعدم تفكك المجتمعات وعدم التفكك مقدمة للتطور والرقي ولذا كلما المجتمع الإسلامي كانت حالة الإحسان فيه كثيرة هذا المجتمع يكون متقدما أكثر وكلما كان المجتمع يفكر في الأمور لا بمنظار الإحسان وإنما بمنظار مادي بحت أعطيت فماذا أحصل ماديا مقابل ما أعطيت؟ هذا المجتمع الذي يكون مقياسه المادة في كل شيء ينهار ولذا مع الأسف نشاهد أن بعض المجتمعات الإسلامية التي انسلخت عن تعاليم الإسلام ولم يبقى من الإسلام في تلك المجتمعات إلا الإسم كديكور في تلك المجتمعات نشاهد أن هذه المجتمعات مجتمعات منهارة المشاكل الاجتماعية فيها بما لا يعد ولا يحصى في حين أن الله عز وجل يقول أن الله يأمر بالعدل والإحسان عليك أن تكون عادلا في أمورك لا تظلم الآخرين وهذا المقوم الأساسي في كل مجتمع ثم يأتي المقوم الثاني وهو الإحسان إذا كان الإنسان محسنا الله عز وجل في آية أخرى يقول ما على المحسنين من سبيل يعني المحسن الذي يريد الإحسان حقيقة وأدوات الإحسان يهيئها هذا ليس عليه سبيل إذا هذا الإحسان لم يصل إلى نتيجة أو أخطأت النتيجة كانت المقدمات صحيحة ولكن لأجل ظروف خاصة النتيجة لم يصل إليها أو وصل إلى نتيجة مضادة ليس عليه سبيل ما على المحسنين من سبيل ولذا في باب الضمان من الفقه الفقهاء يذكرون هذا الأمر أن الإنسان المحسن إذا كان عمله عملا إحسانيا إحسانا حقيقيا وكان يريد الإحسان حقيقة إذا بهذا العمل تلفت بعض الأموال ليس ضامنا لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد نشر الإحسان فإذا المحسن وجد أن عليه سبيل إذا هناك صار خطأ أو مشكلة أو كذا يجب أن يدفع الثمن فهذا الأمر يسبب على المحسن أن يحسب ألف حساب وحساب وبعد ذلك لا يحسن لكن إذا لم يكن عليه سبيل بشرط أن يكون إحسان حقيقي ويريد وجه الله عز وجل والإحسان إلى الآخرين فهذا الإنسان ليس عليه سبيل وهذا يكون محفزا لهذا الإنسان ولكل إنسان لأن يذهب ويحسن لأنه ليس عليه سبيل في إحسانه ولذا نشاهد الأحكام الإسلامية حينما يريد الإنسان الإحسان هذا الإحسان توفر له كل السبل وتسهل الأمور عليه بعكس كثير من الحكومات التي تجعل العراقيل أمام المحسنين يعني مثلا إذا إنسان يريد أن يبني بنفقته الخاصة مسجدا الإسلام يقول ما على المحسنين من سبيل إذا على نفقته الخاصة يريد أن يبني مسجدا ومحسنا في بنائه فينبغي أن يساعد لا أن توضع أمامه العراقيل في حين أنه الآن في كثير من البلاد حتى الإسلامية حينما شخص يريد أن يبني مسجدا يضعون أمامه عراقيل في حين أنه بعض الدول غير الإسلامية إذا أخص يريد أن يبني مشروعا خيريا حتى إذا كان مسلما ويريد بناء مسجد كثير من العراقيل التي توضع أمام البناء الأبنية الأخرى ترفع أمام البناء الخيري بل في كثير من الأحيان الدول تساهم في ذلك بعض المسلمين في بعض البلدان حينما يريدون بناء مسجد الدولة تعتبر المال الذي ينفقونه على بناء المسجد لأنه مشروع خيري تعتبره من الضريبة يعني تسقط الضريبة عنهم مقابل أن يدفعوا بمقدار تلك الضريبة إلى بناء هذا المسجد فإذا الدول غير المسلمة تطبق جزءا من هذا القانون الإسلامي فالأولى والأحسن للدول الإسلامية والواجب عليها أن تطبق هذا الأمر إذا شخص محسن يجب أن القوانين تسهل هذا الأمر عليه لا أن تصعب هذا الأمر عليه يعني في بعض الدول مثلا أنا شخصيا شاهدت هذا الأمر إذا يحدث هناك حادث سير شخص في وسط الشارع تضربه سيارة نشاهد أن كثير من الناس المارة لا يسعفون هذا الشخص المصاب الساقط على الأرض الذي ينزف دما وكثير من الأحيان هذا الشخص يموت بسبب أن المارة لا يسعفونه إلى أن يخبر الإسعاف ويأتي ولعله قد مضى وقتا كان ذلك الوقت كافيا لإنقاذ حياة هذا الشخص حينما نقول لهم لماذا يقولون لأنه إذا أسعفنا هذا الشخص وضعناه في سيارتنا ونقلناه إلى المشفى مثلا يبدأون أول سؤال أنه أنت معتقل يجب أن تبقى هنا إلى أن تثبت أنك لم تكن سببا لهذا الحادث زين هذا محسن لماذا يجب أن يدفع فاتورة إحسانه بأن بعض الأحيان يبقى ليلة أو ليلتين أو أنه يضطر أن يأتي بكفيل أو ضامن أو أمثال ذلك أو كفالة لكي يخرج ولكي بعد ذلك بعد فترة يثبت أنه لم يكن هو السبب وإنما كان مسعفا لهذا المصاب طبعا هذا الأمر لا يرفع تكليف المار حتى إذا هم أصيبوا بهذه المشاكل يجب عليهم أن ينقذوا حياة هذا الإنسان واجب على كل إنسان أن ينقذ حياة الآخرين حتى إذا كان فيه مشاكل ولكن مقصودي من ذكر هذا الأمر أنه القانون لا يسمح للمحسنين في الإحسان كثير من الأحيان نجد أن هناك ناس يريدون إيجاد وقف أو إيجاد مشروع خيري لكن القانون لا يسمح بذلك هذا محسن والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل وفي آية أخرى الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني إذا شخص محسن يجب أن يقابل إحسانه بإحسان لا أن يصعب عليه الآمر بحيث أنه يتندم من إحسانه فينبغي علينا أن نكون محسنين دائما سواء إحسان واجب أو إحسان مستحب والمجتمع الإسلامي بل أي مجتمع من المجتمعات البشرية الذي يبنى على الإحسان هذا المجتمع يكون مجتمعا متواصلا مترابطا لا يوجد فيه تفكك بل هذا المجتمع يوجد فيه تكافل ذاتي وتقل المشاكل في هذا المجتمع لكن المجتمع الذي حتى إذا كان متطورا في الجانب السياسي والصناعي والعلمي ولكن لا يبنى أمره على الإحسان فهذا المجتمع يصاب بتفكك وتنخر المشاكل في وسط هذا المجتمع إلى أن ينهار هذا المجتمع ولذا الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان يأمر بصيغة الوجوب لأن مادة الأمر تدل على الوجوب بالعدل مطلقة وبالإحسان في الجملة وجوبا كفائيا ونحن لو لاحظنا التاريخ الإسلامي نجد أن أول المحسنين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعد الأنبياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام نشاهد أن الأنبياء على رغم جهل الناس وعلى رغم أن الناس كانوا يقابلون إحسانهم بالإساءة ولكن دائما كانوا يحاولون الإحسان إلى مجتمعاتهم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يقابله المشركون بالجهل وكانوا يغرون في بعض الأحيان سفهاءهم وأطفالهم لكي يرجموا رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجارة حتى كانت في بعض الأحيان تسيل الدماء من رجليه المباركتين ولكن مع ذلك كان يقول اللهم اهتقوا مي فإنهم لا يعلمون ولم يفكر في الانتقام منهم وإنما كان يفكر في الإحسان إليهم وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام نشاهد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشرة كان يبكي على أعدائه الذين كانوا قد جاءوا ليقتلوه وقتلوه في النهاية لماذا كان يبكي؟ لأنهم بفعلتهم هذا يدخلون النار فيبكي لأنهم يدخلون النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر